تاريخ لا ينتهي من الدماء هو تاريخ الاحتلال الصهيوني فلم تكن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطع غزة هي الأولى من نوعها إنما مثلت امتدادا لسلسلة من المجازر التي ارتكبها بحق المدنيين العزل وعلى رأسها النساء والأطفال الذين كان يتم استهدافهم بهدف التطهير العرقي وتغيير ديموغرافية الأرض الفلسطينية تاريخ دام ارتبط دائما باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل ارتكاب أكبر المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى الوقت الراهن وأعادت مجزرة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة أعادت التذكير بسلسلة طويلة من المجازر الإسرائيلية التي تم ارتكابها ولعل أبرزها مجزرة ديرياسين في عام 1948 حين أخلت العصابات الصيونية عددا من القرى الفلسطينية وذلك بإرهاب سكانها ودفعهم إلى النزوح عنها وكانت من بين هذه القرى قرية ديرياسين التي كانت مصرحا لمجزرة دامية حيث تم قتل ما بين 250 إلى 300 فلسطيني في غضون عدة ساعات ثم جاءت مجزرة الليد بعد ثلاثة أشهر فقط من مجزرة ديرياسين حيث تكررت نفس الأحداث هذه المرة بمدينة الليد وبدأ الهجوم على المدينة في التاسع من يوليو من عام 1948 في عملية أطلق عليها حملة داني وأصفرت عن استشهاد 426 فلسطينية وفي عام 1956 جاءت مجزرة خان يونس حيث قامت دوريات الجيش الإسرائيلي بمطالبة الشباب والرجال من عمر 16 عاما إلى 50 عاما بالخروج ثم قامت بإعدامهم ميدانيا بشكل جماعي وأحصت المصادر الفلسطينية سقوط نحو 520 ضحية جراء هذه المذبحة سواء عبر الإعدامات الميدانية أو في القصف العشوائي الجوي أو البحري وتعد مجزرة بحر البقر المجزرة الأبشع والنقطة الأكثر سوادا في سجل الاحتلال الإسرائيلي ففي الثامن من إبريل من عام 1970 شنت إسرائيل هجوما بطائرات الفانتوم على مدرسة بحر البقر الابتلائية المشتركة التي تقع بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية حيث قتل 30 طفلا دفعة واحدة وأصيب أكثر من 50 طفلا بإصابات بالغة وفي العشرين من يوليو من عام 2014 نفذ الاحتلال الإسرائيلي مذبحة حي الشجاعية حيث شن عملية عسكرية على قطاع غزة أطلق عليها الجرف الصامد وهو ما ردت عليه المقاومة الفلسطينية بعملية عسكرية سمتها العصف المأكول وشنت طيران العسكري الإسرائيلي قصفا عشوائيا على حي الشجاعية وسط غزة مسقطا عشرات المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية وقتها عدد الشهداء بأربعة وسبعين شخصا من بينهم أربع عشرة امرأة وأربعة موسنين وسبعة عشر طفلا أصغرهم كان يبلغ من العمر عامين ويؤكد كل هذا أن السجل الإجرامي الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى اليوم